اشتركوا في القناة وهو ايجابي خاصة على ان هناك مجموعة من الاحساب اللي كتنشط على مستوى الاقاليم الجنوبية اللي كتعمل جاهدة على استقطاب مجموعة من الشباب والكفاءات من اجل التكوين والتأطير وتأهيلهم الاساس يصبحون داخل المؤسسات المنتخبة وده بالنسبة لشيء ايجابي رغم كل النواقس اللي كتشهد هذه المؤسسات في بعض الاحيان على ان لا تنجح في اغراء بعض الشباب اللي كتشكل واحد العزوف نيسبي مرتبط اساسا بالاقاليم الجنوبية وكما تعلمون خاصة في خطابات الملكية المتتالية اللي كتأكد لان ممثلين الشرعين اللي استحراوين هم المنتخبين وانطلاقا من هذا الاساس كان خاص طبيعة الحال الاحزاب السياسية تبدأ المجهود مضاعف من اجل وصول الاهداف المرجوة المسطرة في هذا الجريب نبقى دائما في الشيء المتعلق بالعمل السياسي هنا في الصحراء لا شك على ان هناك مجموعة من التحديات المتبطة اساسا بحقوق الانسان وتعزيز الديمقراطيات التشاركية وما الى ذلك من وجهة نظركم ما هي اهم التحديات التي تحول دون ممارسة العمل السياسي هنا في الصحراء اولا العمل السياسي او العمل الحزبي اساسا مشتبط المنطقة بتراكم لا شك على ان التراكم الايجابي هو اللي يعطينا النتيج جد جد ايجابية هذا ما صار اللي من خلاله فيه مجهودات جبارة من كل الفاعلين على مستوى المنطقة اللي اساسه هو الاستقرار والعمل الجد والمسؤول اللي من خلاله تعطينا مؤسسات قاوية قادرة على مواجهة كل التحديات بشكل عام بلادنا خطت خطوات جد جد مهمة فيما يخص ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان اللي بالنسبة لنا خطوات لا رجعت فيها اللي كتأكد على ان ما صار التنمية والديمقراطية هو خيار ديمقراطي وستراتيجي لبلادنا وعلى ان توجهات استراتيجية لبلادنا هي واضحة للمعالم خاصة واحنا مقبلين على تنظيم منذيال 2030 لما له من ابعاد استراتيجية لبلادنا ومن اختيارات اللي كتأكد على اننا احنا فيما صار صحيح تحدثنا عن تنمية والديمقراطية ايضا لكن حينما تحدث عن الشباب لا بد من تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي عن طريق توفير بيئة مشجعة لمشاركة المسبة لهم فمهي الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدر بضبط ولان الفضاء القانوني والمركزي اللي مرتبط بمؤسسات الدولة واللي كيف رزنا النخب لممارسة الفعل السياسي من داخل المؤسسات اليوم هم الأحزاب الشاب اليوم اللي كانت تكلموا عن العزو في الشباب وكانت تكلموا عن مجموعة الأشياء اللي كانت تخلي الشباب راجع للوراء وغير مساهم من داخل الأحزاب السياسية أولا مرتبط ماذا تحقيق الديمقراطية الداخل للأحزاب اللي كتأكدها من خلال المناسبات للتنظيمية والسياسية اللي كتأكدها لأن خروج مجموعة من الفئات الشابة اللي كتعبر على رفضها الممارسة ديال الاستلاء على الأحزاب من قبل عائلات أو من قبل التيارات أو اتجاهات اللي بعد كل بعد على الممارسة السياسية السالية من داخل المؤسسات الحزبية هذا كي مؤشر اللي خاصنا نعدله سواء في قانون المنظيم الأحزاب أو من خلال القوانين المؤطرة الأساسية للأحزاب على أن الرسخ الديمقراطية الداخلية اللي غتخلينا التراكم الإيجابي والتدافع الإيجابي الديمقراطي من داخل المؤسسات الحزبية اللي غتفرزنا بطبيعة الحال نوخب شابة اللي قادرة على تسير الشئ العام بوحل أرياحية ودون وساطات أو كيف نعرفه باك صحبي داخل الأحزاب السياسية اللي اليوم هي شائعة وليك تأثر سلبا على كل وليك تخدش حتى الديمقراطيتنا بشكل عام لأن ما يقالهم عن الأحزاب وللمؤسسات الحزبية اللي عندها دور مركزي في الدولة اللي بطبيعة الحال هو شيء موشين اللي كيخليها بالأساس عملها غير مغري للشباب وما كيخليهاش على أساس الفئات الشابة تمشي طنخارط في الأحزاب لأنها ما عندهاش عرض ليستجيب التطلعات هذه الفئة اللي هي مهمة وأساسية في المجتمع كما أسلت الفكرة لأن الشباب هم فئة مهمة داخل المجتمع لكن كبقى السؤال المطروح ما عنده حاجتنا للشباب اليوم في العمل السياسي هل هم يتحاجمون للحق؟ الشباب هم الأساس هم المستقبل ما يمكن نتكلمه على الشباب ولا نتكلمه على استمرار الدولة كيف لنا أن نتحدث عن الشباب هم كل شيء في المستقبل ونتحدث على الأفعال الاستراتيجية للدولة على أساس توجهة الاستراتيجية للدولة من سيقود هذا العمل؟ الوسائل التنفيذية هم الأطور هم الكفاءات خاصة منهم الشباب إلى مع أن ديمقراطية داخلية خاصة كنت تكلم عن الأحزاب السياسية لن تفرز لنا أي شيء إيجابي لتجاه هذه الفئة اللي ستغريها بالفعل السياسي داخل الأحزاب لا شك على أن الفعل السياسي اليوم هو متواجد الشباب يحلل، فاطن المجموعة من الأمور، يناقش قضاياه، تمظهراته في الزيلترا ذي الفورق الرياضية، في الشارع العام، في الاحتجاجات، في الرفض، في الريضة عن المجموعة من الأمور ولكن هذا كامل فعل سياسي ولكن نتحدث عن الفعل الحزبي المؤسساتي اللي عنده أثر من خلال تنفيذ هذه المشاريع وتنفيذ كل البرامج اللي كتسطرها سواء الحكومة أو الدولة في هذا الإطار قبل ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناه فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية